مع بدء عودة إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة وسط تحذيرات أمريكية ودولية بخصوص المدنيين الفلسطينيين فجأت صحيفة النيورك تايمز الجميع بوظيقة جيريكو وول أو حاقة أريحة وهو الاسم لأطلقته السلطات على تقرير من 40 صفحة وطلعت عليه الصحيفة واللي بيأكد علم إسرائيل بمخطط حماس الذي تم تنفيذه في 7 أكتوبر وعلى الرغم من أن التقرير لم يشر إلى تاريخ محدد لكن وصف هجوما منهجيا يهدف إلى اكتياح التحصينات المحيطة بقطاع غزة والاستلاء على مدن إسرائيلية واقتحام قواعد عسكرية رئيسية بما في ذلك مقر فرقة عسكرية وكما أشار التقرير إلى المخطط الذي اتبعته حماس بدقة مذهلة بكل تفاصيله في 7 أكتوبر وكان أحد أهم الأهداف الواردة في الوثيقة هو اكتياح القاعدة العسكرية الإسرائيلية في رعيم وكان اللي بتضم فرقة غزة المسؤولة عن حماية المنطقة ومن المثير في التقرير هو الوصف الدقيق لمواقع وحجم القوات الإسرائيلية ووسائل الاتصال والعديد من المعلومات التي تعد سرية مما يثير تساؤلات حول كيفية جمع حماس لمثل هذه المعلومات الاستخباراتية بناء على الصحيفة وعلى الرغم من تداول التقرير بين المسؤولين بشكل واسع إلا أن الخبراء رأوا أن مثل هذا الهجوم والطموح يفوق قدرات حماس ومن غير الواضح إن كان نتنياهو اطلع على التقرير أم لا ثم قبل ثلاثة أشهر فقط من الهجمات حذرت محللة ذات خبرة كبيرة وتعمل في الوحدة الاستخباراتية 8200 من أن حماس أجرت تدريبا مكثفا دام يوما كاملا وبدأ مشابها لما ورد في المخطط لكن قائد في فرقة غزة تجاهل مخاوفها ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني المشفرة التي طلعت عليها الصحيفة أيضا واعترف بعض المسؤولين سرا بأنه لو أخذ الجيش هذه التحذيرات على محمل الجد وعاد توجيه تعزيزات كبيرة إلى الجنوب لكان بإمكان إسرائيل أن تخفف من وطأة الهجوم أو ربما حتى تمنحها وبتكشف الوثيقة عن سلسلة من الأخطاء التي استمرت لسنوات وبيعتبرها المسؤولون أنها أسوأ فشأ للإستخبارات الإسرائيلي منذ الهجوم المفاجئ الذي أدى إلى الحرب في 73 وكان الأساس وراء كل هذه الإخفاقات هو اعتقاض واحد غير دقيقة لحد كبير بأن حماس تفتقر إلى القدرة على الهجوم وأنها لن تجرؤ على القيام بذلك ولم يذكر المسؤولون كيف حصلوا على الوثيقة لكنها كانت بين عدة نسخ من خطط الهجوم التي تم جمعها على مر السنين أما على صحيفة الوول ستريت جورنل كان أعد التقرير حول تخطيط إسرائيل لعمليات اختيال لقادة حماس حول العالم واستشهد التقرير بعمليات الاختيال السابقة التي قام بها جهاز المخابرات الإسرائيلي على مدار الأعوام كما ذكر التقرير تصريح نتنياهو في 22 نوفمبر بأنه أعطى التصريح لجهاز المساد بالعمل ضد قادة حماس أينما وجده وكذلك تصريح وزير الدفاع يواف جالند بأن قادة حماس هم أهداف للقتل وقال مسؤولون أن إسرائيل تعمل بالفعل على قتل أو اعتقال قادة حماس داخل غزة وأن السؤال المطروح الآن على القادة الإسرائيليين لا يتعلق بما إذا كانوا سيحاولون قتل قادة حماس في أماكن أخرى في العالم بل أين وكيف وكجزء من هذه الجهود بتدرس إسرائيل أيضا ما إذا كان بإمكانها طرد الآلاف من مقاطع حماس دور رتبل المنخفضة بالقوة من غزة كوسيلة لتقصير مدة الحرب وأن العمليات القتل المستهدفة في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي بالتأكيد وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي يعمل فيها القتلة دون إذنهم ولكن من ناحية العملية وصلت إسرائيل وغيرها عمليات القتل المستهدف وتغلبت على التدعيات ووصف إفرام هاليفي المدير المساد السابق ذلك العمل بأنه غير حكيم وقال أن قتل قادة حماس لن يقضي على التهديد بل سيؤدي إلى تأجيج اتباع المجموعة وتسريع خلق تهديدات أسوأ وأن مثل هذا العمل يعد عمل انتقامي ولا يدل على الرغبة لتحقيق هدف استراتيجي وفي التقرير أيضا ذكرت الصحيفة بعض من تاريخ محاولات الاختيال اللي قامت بها الميليشيات اليهودية قبل إنشاء إسرائيل في 1948 ضد مسؤول الانتداب البريطاني على فلسطين في ذلك الوقت وكذلك عمليات الاختيال اللي قضها يهود باراك بأوامر من جول دمائير في عام 72 وهذه العمليات تم كشف العديد منها وتسبب في أزمات سياسية مع الدول التي قامت فيها إسرائيل بعملياتها هناك أيضا مقال تم نشره في صحيفة التيبز أوف إسرائيل للكاتب جيكوب ماجيد بأنوان مسؤولان عربيان محمود عباس عائق أمام خطط ما بعد الحرب لغزة بيستعرض فيه الكاتب تصريحات دبلوماسيين عرب قالوا أنه لو يمكن الاعتماد على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتولي السلطة بعد حماس وبيسلطين الضوء على حكم رمالة غير الفعال كعامل في حالتها الضعيفة الحالية مع تأكيد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصبح عائقا مما ساهم في إحجام القادة العرب عن التعاون الكامل مع استراتيجية إدارة بايدن لغزة ما بعد الحرب هناك مقال آخر كان موجود لكاتب إبراهيم بيرم في جارة النهار بعنوان ما هي قوة الردوان اللي بيطالب إسرائيل بيبعدها وعلى خطرها عليها حقيقي أم في إطار المبلغات بيستعرض الكاتب فيه إمكانيات قوة الردوان التابعة لحزب الله بصفتها أبرز وحدات حزب الله القتالية المتمركزة على طول الحدود الجنوبية منتظر الإشارة التي تنطلق نحو العمق الإسرائيلي وهي المهمة الأساسية التي إنشأت من أجلها وعززت تل أبيب هذا الانطباع أخيرا من خلال إعطاء الإعلام الإسرائيلي المكتوب والمرئي مساحة واسعة جدا لمستوطني الشمال الذين نزحوا إلى الداخل الإسرائيلي وهم يجاهرون برفض العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية ما لم تبادر القوات الإسرائيلية إلى بعاد أفراد قوة الردوان من شريط الحدودي وهذا وفقا لمقال إبراهيم بيرم في جريدة النهار اللبنانية جولتنا على الصحف انتهت نعود الأيان إلى الزميلة جمانا النونو وديه في حلقة مشهد غزة